معنا في الستوديو الكاتب والروائي الدكتور شريف شعبان إزا حضرتك؟ إزا كايمان دكتور شريف يعني الأول كل سنة حضيك طيب وكل سنة وإحنا طيبين ومصر كلها طيبة يا رب وسالمة آمنة غانمة طول الوقت آمين يا رب العالمين كل سنة وإنتي والمصريين والعالم العربي وكل الأحرار في العالم كله بخير وكلنا بدأ نحتفل مع بعض ضد نصر أكتوبر المجيد إنصار اللي إحنا كل سنة على مدار سنين ربنا يدينا العمر ويدي مصر الحرية والعمر نحتفل واحد وخمسين سنة يا دكتور شعبان واحد وخمسين سنة بنحتفل ويا رب فعلا العمر كله بالضبط خلينا الأول كده بالبداية يعني أنا حابة نهارده يعني ركز أكتر وأكتر على الشخصية المصرية الشخصية المصرية اللي أبهرت العالم كله على مر الأصور ودايما بيتضرب بيها المثل في العراقة والصمود والشهامة والجدعانة يعني الشخصية المصرية دي اللي بقالنا كم سنة عامين نقول نربي إزاي نبني شخصية إزاي إزاي نربي أولادنا على الانتماء إنه يفهم بلده ويفهم عدوه أكتر أحلى فرصة في العالم هي انتصارات أكتوبر اللي هو فرصة للأم وللأب وللجدة وللجد وكلنا كمصريين إن إحنا نحكي لأطفالنا ولولادنا اللي هما معاشوش الحرب ناس كتير جداً معاشتش الحرب وكل سنة ورا سنة الجيل بيطلع مختلف فلازم نركز بقى أكتر إنه لازم نفهمه إرحي إزاي حاربنا وإزاي انتصارنا وإزاي كان جدك كان واقف على الحدود وإزاي استشهد وإزاي وكم الدماء اللي استشهدت في حرب أكتوبر عشان نعلي عنده دوز الانتماء اللي هو هرمون الانتماء يعني زي ما بنتكلم كده عن هرمون الزكورة في كل حلقات لإحنا كمان هرمون اللي انتماء ده مهم جداً إن انت تبقى منتمي مش بس لمامتك والباباك والإخواتك لأ لبلدك هلننتمي للأم الأساسية اللي هي مصر اللي هي الهوية المصرية اللي إحنا دايماً بنتكلم عنها بالزارة